موضوعات الطب بشكل عام والتخصصات الدقيقة لزي العيون بشكل خاص بتبقى عاملة زي الدايرة يعني الواحد ما بيعرفش يتكلم فيها ايه قبل ايه ولكن انا محمل الحقيقة بتساؤلات كتيرة جدا عن مشاكل معينة ناس يعني قلقانين منها ولما بتحصل او بيلحظوها بيبقوا مش عارفين اصلا هي تشخصت صح ولا غلط او ان المشكلة دي فعلا قائمة وليها وجود ولا لأ والتعامل معها ازاي ويعني ايه المفروض يحصل من ضمن اهم المشكلات اللي عليها هذا النوع من اللغة هو موضوع الحاول عند الاطفال والحقيقة ان الحاول من مشاكله اعتقد يعني حضرتك هتشرح لنا برضو دلوقتي ان من مشاكله هو علاقة الابعاد بتاعت حجم العين بالنني من الاطفال صغيرين يعني فيه ناس كتيرة يقولوا ايه الطفل عشان صغير فهي يعني كبيرة وحجم النني كبير فلا ده مش حاول ولا حاجة وهكذا يعني هذا الالتباس حضرتك بقى ايه عرفينا كده ونورينا الموضوع ان اتعامل معه ازاي والحاول ده بيكتشف ازاي وهل هم فعلا الاب والام هم فعلا اللي بيكتشفوه ولا ده يعني ممكن ما يكونش ملاحظ واللي يلاحظوا الاطباء واذا جيب في عين واحدة ولا جيب في العينتين وهكذا طيب خلينا نقول كده الاول هو ايه ايه الحاول ايه الحاول يعني ايه الحاول ايه الحاول ايه الحاول ايه حاول 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 حا العظمة هنا دي بتاعة المناخير بتبقى عريضة شوي فده بيدي انطباعه لأي حد يبص للطفل أو للبيبي كأن عينه دخل الجوه أيوة فده بنسميه حاول ظاهري ده مالوش أي حاجة خالص غير أنه هو بنطمئن بس الأهل وأنه البيبي ده لما يبتدي أنه هو يكبر وشد حيله وكده هو عضم الوش نفسه بينمو والحاول الظاهري أو الخفي ده بيبن أنه هو يعني عادي يعني زي أي إنسان طبيعي مالوش أي حاجة نقدر نعملها غير بس مجرد نطمئن الأهل طيب يعني هل معنى كده أن الحاول الظاهري ده اللي هو مش الحقيقي مش المرضي يعني ممكن نقول أنه هو بيصاب بكل الأطفال أو دي حالة عند كل الأطفال معظم الأطفال بس ده مش معناه برضو أنه احنا نتجاهل هذه النقطة أيوة يعني احنا برضو حتى يعني اللي يفصل فيها طبيب العين بالضبط اللي يفصل فيها طبيب العين لأنه سعاد بيبقى فيه التباس برضي احنا كده عند الحاول اللي هو الغير حقيقي آه الظاهري هنطلع بس الفاصل ونرجع بقى نتكلم في الحقيقة نتكلم في الحاول الحقيقي اللي هو المقلق والمسير جدا للاهتمام عند الأباء والأمهات من أول تشخيصه وكيفية علاجه وهل هو بيعلج راحيا بس ولا فيه طرق أخرى وهكذا تشخيصه وكيفية علاجه